محمد رمضان طلع للجماهير من تحت الارض وما غناش بنفسه ولكن قلب الدنيا كعاته باستعرضاته ظهر باكتر من اطلالة وكل اطلالة ليها اغنيها المناسبة اللي ابهرت الكل لقطات من اول حفلة لمحمد رمضان في الاهرامات ازاي طلع للجمهور من تحت الارض وهل فعلا ما غناش؟ مش هتصدق اللي عملوا مع الجمهور لما طلبوا يتصوروا معا نمبر ون عمل حفلات كتير جدا طول مشواره الغنائي والفني في كل حتة في مصر وبرا مصر وسافر دول كتير جدا الا مكان واحد ما كانش عمل حفلة فيه وهو الاهرامات ورغم ان اتعمل افراح كتير الفترة الاخيرة وشارك مطربين كتير في تقديم فقرات في الافراح دي زي عمر زياب وحفلات لمطربين كتير الا ان محمد رمضان ما حلفهوش الحظ يقف على المصرح وورا الاهرامات زي ما حصل الساعات اللي فاتت لكن هو مش بيبص على ايه ما عملهوش ولكن بيبص على اللي وصلوا وعملوا فحفلته الساعات اللي فاتت كانت الاولى ليه من الاهرامات محمد رمضان شارك الجمهور بروفاتو قبل الحفلة كل يوم من المصرح ونفس المجهود اللي بيعمله والاستعراضات اللي بنشوفها في الاطلالة النهائية بيعملها لأيام لحد ما يتأكد ان كل حاجة تمام فهو من الناحية دي مدكن جدا وده اللي حصل في حفلته دي كل التفاصيل متصورة بالصوت والصورة وشارك الجمهور كل اللي حظت دي لحد ما بدأت الحفلة وطلع على المصرح وطبعا اي حاجة غريبة يعملها نابر وان يحب يكون فريد ومش زي اي حد محمد رمضان ما طلعش على المصرح اطلع العادية ولكن طلع للجمهور من تحت الارض ايوة هو ظهر من تحت لوح من الازاز والجمهور كان واقف وشايفه من تحت بيصوره وكانوا منبهرين كالعادة باي حاجة جديدة بيعملها رمضان فايزهور لي وبدأ يتحرك تحت لوح الازازة علشان يدي فرصة للجمهور يصوره وبعدها اطلع على المصرح وبدأ يغني فقراته لقلبة الدنيا نابر وان ظهر باطلالة صودة عبارة عن جاكت طويل واسع وتحته فيست شبه اللايف جاكت وبانطلون وبيتنطط ويعمل استعراضاته المشهور بيها ومع فرقته كمان عملوا عروض خرافية ومحمد رمضان بيغني كده ظهر وراكل متسمر والبعض اعتقد انه صيفه كده وبدأ حفلاته ولكن اتضح ان الحفلة دي برعاية الاهل سابور لاطلاق مشروعها الجديد في الساحل الشمالي محمد رمضان ما اكتفاش باطلالة واحدة ولكن ظهر كمان دابس جاكت وبانطلون لونهم احمر فرماضي والجاكت مفتوح وبطنه بينا والاطلالة التالتة كانت جاكت لونه بنفسجي على بانطلون اسود وكل اطلالة كان لها استعراضات مختلفة مناسبة لكل اغنية غنها الاغاني اللي غنها محمد رمضان كانت في البادجراوند وواحد من اشهر الدي جي في مصر هو اللي كان مسؤول عن الاغاني في الحفلة وقبل ما يطلع رمضان على المصرح شغالوا اغاني كتير زي اغاني عمر دياب رغم انه مش مشارك في الحفلة ولكن ما شغلوش اغاني محمد رمضان لانه نجم الليلة ويغنيهم مباشر الجمهور كان مهايبر مع محمد رمضان لدرجة ان الناس بقت تديله موبايلاتهم وهو ياخد السيلفي معهم من على المصرح وولد صغير تلع معاه على المصرح وغنوا رأس مشاعر كتير من البلوجرز والفنانين حضروا وزهر هاني البحيري ومس حمدان في فيديوهات نشرها حساب الاهلي صبور ديكور الحفلة كان متكلف جدا ومعمول على اعلى مستوى ومناسب لجو الاهرامات فكان اغلبه عبارة عن ستاير بيضة بالتيف الجو من الهوى وطرابيزات وكراسي وكمان في ساحة واسعة مناسبة لعدد الناس اللي كانوا وقفين عند محمد رمضان وهو بيغني فيطرها تكون دي الحفلة الاولى لمحمد رمضان في الاهرامات وابداية لحفلة التانية كثير ورأيكم ايه في الاطلالة بتاعته والاجواء اللي هو عملها شاركونا برأيكم في التعليقات